تتزاحم الأولويات في جدول أعمال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بين تحسين المعيشة وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة يقول الرجل إن الرقابة الحقيقية تضمن الوصول إلى باقي الأهداف الرقابة هي التي تضمن تنفيذ العدالة والقانون وحقوق المواطنين ونأمل أن تتعاون سلطات الثلاث في البلاد من أجل خدمة الشعب يواصل رئيس اتصالاته واجتماعاته بمختلف القوى السياسية ومنها الإصلاحية كارباسشي، هاشمي طبا، مجيد أنصاري، جواد إمام شخصيات إصلاحية بارزة أكدت أنها تلقت اتصالات من الرئيس المنتخب لمناقشة إدارة المرحلة المقبلة مرحلة جديدة لم يتردد رئيس البرلمان في القول أنها ستشهد حل للأزمات واقع البلاد مر، وهناك أوضاع صعبة اجتماعياً واقتصادياً وثقة الشعب تراجعت لكن اليوم بدأت مرحلة جديدة من الحكم والسلطات ستؤدي دوراً محورياً في حل الأزمات والنهوض بمستقبل البلاد وقبل شهر من تسلمه سدة الرئاسة وخلال لقاءة جمعته إلى وزراء الداخلية والصحة والطرق والبلديات والتنمية في حكومة الرئيس روحاني أكد رئيسي أنه ملتزم بشعاراته ووعوده الانتخابية لتغيير الوضع الراهن إنشاء الوحدات السكانية للفئات الفقيرة من المجتمع وإنتاج لقاحات للحد من تفاش كورونا سيتصدران مشاريع حكومته فور تأليفها على حد قول رئيسي عنوانان عريضان قد يرفعان كثيراً من رصيده الشعبية إن ترجم على أرض الواقع سريعة نحمد البحراني طهران الميادين